موسيقى أهلا بكم إلى الصحية وفي عنوينها أدلة علمية جديدة تشير إلى أن أكثر من 14% من المصابين بكورونا يصابون بمرض السكري بعد تعافيهم براسة جديدة تكشف أن التعرض لتلوث الهواء في مرحلة الطفولة مرتبط بانخفاض مهارات التفكير في سن متقدمة فيروس نيبا كيف تحول إلى مصدر للهلع؟ وما صحة الجائحة المزعومة؟ أشارت أدلة علمية جديدة إلى أن بعض المرضى الذين تعافوا من كوفيد 19 يصابون بمرض السكري بما في ذلك النوع الأول والنوع الثاني ووفقا لبحث نشرع في مجلة دايابيتس أوبيسيتي اند ميتابوليسم فإن 14.4% من المصابين بكورونا يصابون بمرض السكري بعد التعافي وأشارت الدراسة إلى أنه قد تكون الالتهابات ومشاكل الأنسلين المتعلقة بكوفيد 19 سببا لذلك والتي قد تؤدي بمشاكل الصحة الأيضية الحالية إلى مرض السكري من النوع الثاني الكامل أشارت دراسة جديدة إلى أن من يعانون من أمراض لثة هم أكثر عرضة بثلاث مرات على الأقل لتجربة مضاعفات إذا أصيبوا بفيروس كورونا وكشفت الدراسة التي نشرت مؤخرا في مجلة جورنال أوف كلينيكل بريودونتولوجي أن أولئك الذين يعانون من أمراض لثة كانوا أكثر عرضة بمقدار ثلاث مرات ونصف للدخول إلى العناية المركزة وأربع مرات ونصف للحاجة إلى جهاز التنفس الصناعي وما يقرب من تسع مرات هم أكثر عرضة للوفاة مقرنة بمن ليس لديهم مرض اللثة توصلت دراسة جديدة إلى أن التعرض لتلوث الهواء في مرحلة الطفولة مرتبط بانخفاض مهارات التفكير في وقت لاحق من الحياة واختبر الباحثون في جامعة أدمرال بريطانية الذكاء العام لأكثر من خمسمائة شخص تبلغ عمرهم سبعين عاما حيث استخدم سجل للمكان الذي عشى فيه كل شخص طوال حياته لتقدير مستوى تلوث الهواء في السنوات الأولى وأظهرت النتائج أن التعرض لتلوث الهواء في مرحلة الطفولة كان له ارتباط صغير ولكن يمكن اكتشافه بتغير إدراكي أسوأ بين عمر الحديث عشرة والسبعين سببت جائحة كورونا خوفا لدى الناس من فكرة الانتشار الوبائي الأمر الذي حول أي خبر يتعلق بفيروس ما قد يؤدي إلى إصابة البشر بالأمراض إلى مصدر للهلعة والآن إلى الملف الطبي في الوقت الذي لا يزال فيه العالم مرتبكا وهو يكافح جائحة كورونا أثيرت المخاوف مؤخرا بشأن احتمال تفاشي فيروس فتاك يعرف باسم نيبا فما الصحة احتمال أن يكون فيروس نيبا الوباء المقبل مع بدء انتعاش الأمال بالتغلب على فيروس كورونا من خلال اللقاحات بدأ خبر مخاطر فيروس جديد مصدره الصين بالانتشار هو فيروس نيبا فيروس نيبا حيواني المنشأ ينتقل من الحيوانات إلى البشر مثل الخنازير أو الخفافيش ويمكن أيضا أن ينتقل عن طريق الطعام الملوث أو مباشرة بين الناس ويقدر معدل وفيات الإصابة به بنحو 40% إلى 75% وفق منظمة الصحة العالمية وهو غير جديد وقد سبق أن تفش في ماليزيا للمرة الأولى بين عامي 98 و99 لينتشر في بلدان أخرى مثل بانجلاديش والهند لا يوجد علاج أو لقاح متاح للبشر أو الحيوانات ضد فيروس نيبا حتى الآن والعلاج الأساسي للبشر هو الرعاية الداعمة وجديد نيبا ما حذرت منه المديرة التنفيذية لمنظمة Access to Medicine Foundation بالقول أن جائحة جديدة أخطر من كورونا قد تعرف طريقها إلى الانتشار من الصين مجددا المعلومات وردت في تقرير لصحيفة الڭاردين التي سرعا موجدت طريقها إلى عقول الناس القلقة أصلا في ظل الانتشار المخيف لكوفيد-19 إزاء هذا الأمر أوضحت كاتبة مقال الڭاردين للميادين أن المقالة فهم خطأا وبالعودة إلى مصدر خبرها أشارت الكاتبة إلى أن المخاوف مضخمة فلا تهديد بجائحة جديدة وفيروس نيبا موجود أصلا وأن الصين أعطيت كمثال فقط في حال انتشار الفيروس فيها نظرا إلى عدد سكانها الكبير الصين بدورها سارعت إلى الرد حيث نفت أن يكون فيروس نيبا صيني المصدر مثل ما يروج له عن قصد أو من دونه بعض وسائل الإعلام للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا من بيروت الاختصاصية في الأمراض الجرثومية الدكتورة نسرين قطيش دكتورة نسرين مرحبا وأهلا بك معنا في الصحية إذن الكل سمع عن فيروس نيبا منذ عدة أيام وبات الكل يسأل إن كان هذا الفيروس سيكون الفيروس المقبل ما بعد كورونا اللافت أن نيبا سبق وتفشى كما بات معلوما أواخر تسعينيات في ماليزيا وامتدى ليصل إلى سنغافورة يعني هذا الفيروس ليس جديدا قبل الدخول في تفاصيله هل يستحق هذا الفيروس كل هذا الهلع والخوف تحيين حضرتك أستاذ أحمد الجواب المباشر بالموجود اليوم بالواقع اليوم لا أما الجواب العام كل الفيروس اللي هني RNA virus اللي هو المجين طبعا يعني الجينوم اللي هو RNA اللي البشر يتخوف منه اللي هني مثل الزيكا والشيكنغينيا والإبولا والكورونا والصارس وان اللي بالألفين والمتلازمة الشرق الأوسط والنيبا فيروس هو RNA virus كل هيدول الفيروس اللي بيكون المجين طبعا RNA نحنا نتخوف منه أو يعني لأنه عنده المقدرة أنه يتحول ويتحول ويصير قادر يكون له مفاتيح لجسم الإنسان أما واقعيا هلأ بالواقع الموجود لا ما في شي بأنه أنه نيبا فيروس هلأ هو رح يعمل جائحة أولا الجائحات هي شي نادر وحصولها بدت تتوفر عوامل كثيرة وعديدة وتعديات كثيرة من الإنسان على عالم الحيوان مثلا دكتورة يمكن أن تعطينا مثلا عن هذه العوامل لو سمحتي مثل ما قلنا أنه أنا بشرح لك هيك بشكل سكيم إذا حدا عنده مفتاح بيته وفيه إفل لو برم المدينة اللي هو عايش فيها قدي ممكن يلاقي مفتاح يفتح على بيته هيدا شي نادر وهكذا الفيروس بده مستقبلات بجسم الإنسان والفيروس اللي ينتقل من العالم الحيوان لعالم الإنسان يحتاج لأمور كثيرة نسميها سبل أوفر يعني الانتشار يعني نحن أنت بتحتاج يا أنت تتعامل مع هيدا الحيوان بشكل متعدي نحن حكينا بفترة سابقة أنه معظم الأمراض الإنتانية الجرثومية اللي بتجينا اللي بتصيب الإنسان اللي بتجينا من الحيوان عم نحكي بـ 75% لـ 80% وإذا نحكي بشكل واقعي من لايه هو تعدي الإنسان على الحيوان يعني بسورة الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم وعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا يعني المعنى أنه هذه الأمانة الإنسان متمكن بالأرض وهو يحمل هذه الأمانة وهذه أمانة ثقيلة الإنسان بس بالعنجهية والتعالي ويعتبر أنه هو مالك لهذه الأرض ومالك لهذه الحيوانات على هذه الأرض ومالك أنه هو يقدر يستفيد من كل شيء وبيعنجهيته ونرجسيته بتخليه ما يعرف حدوده فهون بيصير التعدي يعني وقت الإنسان بيأكل الإيبولا مثلا عفوا وقت الإنسان بيأكل الخفافيش يعني إحنا ما بننسى أنه لحوم الأدغال هي مصدر رئيسي لكثير من الأمراض الجسمية اللي بتوصلنا صحيح من الإيبولا من الكورونا فيروس من الـ HIV وعد بعدلك 219 فيروس يصيب الإنسان والعديد منهم هو تعدي للإنسان على هذه الطبيعة وعدم التزامه بحدوده فمن هوني بيقولك أنه لا مش بسهولة تصير فيه جائحة مش بسهولة الفيروس هو بيحب يعيش مع الإنسان بسلين الفيروس متصالح أن يعيش مع الإنسان لأنه هو الهوست هو الضيف اللي بده يعيش معه أما هو الإنسان هو اللي هو مش مقتنع أنه يعيش بفيروم وبكتريوم الإنسان هو يحمل كائنات حية والإنسان يحمل بكتريوم يعني مجموعة من البكتيريا بتعيش معنا بتعيش فينا ومجموعة من الفيروس بتعيش فينا يعني أنا بحثت عدد الفيروس اللي بيحملوا الفرد هو يعني بالإنجليزي يعني عشرة تربيع 31 يعني يعني باور تسعة يعيش بكتيريا بجسدنا وعايش معنا فما في دعالة الهلع أنه في فيروس نحن مكونين من هيدا نعم بات هذا واضحا إذن ولكن أيضا ربما ما زاد الهلع كما تفضلت حضرتك منذ قليل ربما أنه تم ذكر الصين في المقال عندما نشر في الڭاردين والكل ظن أن الصين فعلا هي بلد هذا الفيروس بلد المنشأ يعني وهو متفشن هناك ثم تم إصدار توضيح وتم تعديل المقال على أنه تم يعني كان القصد ذكر الصين كمثال يعني في حال تفشى هذا الوباء في الصين سيكون هذا كارثيا أليس كذلك؟ وهنا أيضا هناك مسؤولية تقع على عتق الباحثين والهطباء أيضا لطمأنت الناس بعد نشر كل هذه المعلومات التي يمكن أن تخيف الناس كثيرا وهذا ما حصل؟ يعني طبعا الصين لأنه عدد سكانة بليون ونص فهي تطرح كما كان للأوبئة أو لأنه يعني طلع منها السورس وان والكورونا فيروس كمان اسمها يعني لبيس مثل ما بقوله بس فوق على الأمر غير هيك نيبا فيروس أول جائحة أول آتبريك مش جائحة يعني آتبريك يعني تفشي بنسمي البنداميك هي الجائحة كان بماليزيا بضيعة اسمها نيبا وتسمى نيبا فيروس على اسمها وكان بمزارعين المزارع الخنزير والمزارع انصاب من وراء الخنزير بنيبا فيروس وكانت الأعداد جدا جدا محدودة يعني إذا من راجع كل التفشيات اللي جدنا من نيبا فيروس أرقام جدا جدا ولماذا يعني الحديث من جديد عن هذا الفيروس طالما أنه قديم من أواخر التسعينيات؟ يعني هو التفشي عادة بيصير متكرر يعني نحن بالتسعة وتسعين كان عندنا بماليزيا عفوا دكتور على مقاطعة ولا معلومات اليوم دقيقة عن تفشي هذا الفيروس في يومنا الحالي يعني آخر التفشي كنت عم بذكر لك أستاذ أحمد خليني أقول لك بس تاريخ التفشيات لهذا الفيروس أول شيء أننا ذكرنا بنيبا ضيعة اسمها نيبا بماليزيا بالتسعة وتسعين بعدين صار يظهر عندنا ببنجلاديش بالألفين وواحد بمنطقة اسمها شبهة الجزيرة الهندية الصينية بالفرنسية اسمها الاندوشين اللي هي ميانمار كمبوديا لاوس فيتنام الفلبين الفلبين جزء بعيد عن اندوشين بس كمان الفلبين فيها نيبا وعندنا ماليزيا هيدولي هن شبهة الجزيرة الهندية الصينية هي أكتر صار فيها تفشي للنيبا فيروس عندنا الجزء الشرقي من الهند اللي هي محافظة كرالا كالكتا كمان اللي هي موازي متاخيمة لبنجلاديش بيصير فيها هيدا نيبا وشفنا انه موجود هيدا الفيروس بغانا ببرزيفيل لانه موجود بالخفافيش هونيك الصين هي أقل أقل شيء نسمع انه فيه تفشي بجنوب الصين آخر مرة سمعنا عن تفشي لنيبا بشكل يعني يسكر هو كان بالهند بالالفين والتمنطعش طبعا لا داعي للهلع وما في داعي للخلق والصين ما في تفشيات فيها الآن والناس لازم تطمأن وما في داعي نخلي الناس قائمة على السترس يعني بهذا الوقت طيب دكتورة منظمة الصحة العالمية حددت فيروس نيبا كواحد من عشرة أمراض معضية من إجمالية 16 مرضا قالت انها تشكل خطرا على الصحة العامة لو يمكن ان نشرح اكثر عن هذا الفيروس بطريقة مبسطة لكي يفهم المشاهدون ما هو هذا الفيروس وما الفرق بينه وباقي الأمراض المعدية مثل ما انا حكيت بالقابل ان كل فيروس هو RNA فيروس يعني الصحيفة الجينية هو RNA هو شوي بكلفنا حذر لأنه يقدر انه يتحور في شي اسمه shift and drift غير الفيروس اللي هو DNA فيروس اللي هو جينوم بيشبه الجينوم الانساني نحن الجينوم طبعا هو DNA المجين يعني الصحيفة الوراثية كل فيروسات اللي هنه RNA فيروس هنه فيروسات تتحول يعني مثل الـ HIV مثل الـ Hepatitis C نحن مش قادرين نعطي مناعة ومناعة مستديمة تجاه هذه الفيروسات لأنه يتحور يعني انت حضرتك بتشوف مسلسل ياباني ما بتقدر حتى تحدد وجوه الممثلين هيدا دخل وهيدا طلع لأنه متشابهين لإلك فالجسم مش قادر يحدد مليون فيروس من هيدا تيب بيفوت عليه كل واحد شكله مختلف شوي لأنه متحور فهيدا الفيروسات عادتنا بتعملنا شوي تقلق نيبا فيروس هو مثل ما قلنا RNA فيروس بناخده من تعاملنا مع الخفافيش التعامل ممكن يكون عبر أكلهم أو عبر تعرض للبراز أو أي مخلفاتهم أو عبر الوسيط الثاني اللي الخفافيش بتصيبه اللي هن يا الخنازير يا الأحصنة وفي تفشي صارت باستراليا لفيروس اسمه هندرا هو توأم للنيبا عبر الأحصنة وفي تفشيات مثل ما أنا بماليزيا عبر الخنازير أو عبر تعرض مباشر للخفافيش عبر أكلهم أو عبر البراز أو مخلفاتهم كيف هيدا الشي بيصير المخلفات طبع الخفافيش وليش عم نحكي ببنجلاديش بيصير تفشيات مستمرة ببنجلاديش عندهم شي اسمه دبس التمر مثل ببلادنا شي اسمه دبس الخروب أو مثل الميبل سيروب بكاندا هني بيشقوا البلح وبيكلوا مباشرة من دبسه وهيدا الشي بيكون على مطرح عالي يعني شجرة البلح هي شجرة عالية فبيجي الخفافيش الوطوات بالليل بيكون قوتهم من هيدا دبس التمر والمزارعين ببنجلاديش بيتعاملوا بأرياحية بهيدا الموضوع وبيشربوا بشكل مباشر بدون تصفيته بدون معالجته مثل ماليزين فمن هون بيصير عم بيصير ببنجلاديش تفشيات مستمرة طبعا لوزارة الزراعة والتفاصيل ببنجلاديش بتحاول يعني تفرض شوية أنه كيف يتعامل الإنسان بس هيدا موضوع يعني تجي تقول لشخص ما تاكل من دبس التمر اللي عندك لأنه ممكن يجيك إيبولا دكتورك كما تفضلت أيضا يمكن أن ينتقل من الخنزير إلى الإنسان طيب إذا تم إعطاء الحيوانات المصابة مضادات حيوية كافية هل يقلل ذلك من فرص إصابة الإنسان؟ نحن نعرف الفيروس ما في شيء اسمه أنتيبيوتيك تجاه الفيروس بدنا شيء اسمه أنتيفيرال نحن إلى الآن فيه أنتيفيروس اسمه ريبوفيرين الله وكيلك ما فيه بتطلع فيروس إلا ما نحاول نجربه عليه ما عنا أدوية أنتيفيرال كتيرة جدا قليلة واللي نجحنا فيه هو أنتيفيروس ضد الوباء السي وضد الـ HIV وشوي ضد الإنفلونزا إلى الآن يعني هلأ الرمد الزفير إنه أوكي بيمشي الحاله مع الكورونا فيروس ما شعارفين إذا بيمشي حاله مع الإبولا فيروس ما عنا أدوية حقيقة من وقت ما اكتشفنا الفيروس بـ 1905 كان أول اكتشاف لأول فيروس والإسمه الـ Yellow Fever إلى الآن ما عنا صيدلية كافية لأدوية لاتجاه الفيروسات الآن الحيوانات ممكن نقوله إنه ممكن نحن نحن نحننهن بالـ plasma الإنسان يعني الناس اللي نصابت بالنيبا فيروس عندها الانبودي المضادات المناعية اللي هنه مسميه نوترلايزينج انبودي ممكن نصفيه ونحقنهن الحيوانات وهيدا شي ممكن يعالج الحيوانات ويخفف ترانسميشن يعني انتقال الانسان بس بالنهيه مثل ما قلت لك هو تعدى الانسان على الطبيعة صحيح دائما وابدا طيب والموضوع بسموه الروت كوز اناوز يعني احنا هلأ راح الو اي تش او على الصين ليشوف انه ليه اجتنا هيدا الكورونا بالنهاية نحن بدنا نشوف الروت كوز يعني السبب الجذري لهيدا الموضوع هو دائما تعدى الانسان على الحيوان يعني وقتا نحن لحوم ادغال بدنا ناكل الخفافيش والقروض والشمبانزي والقوريلا هذا ما سيساعد طبعا على نقل كل هذه العدوة الانسان وتفلش في هذا بيس ونتاجر فيها فهيدا التعدي هو اللي عم خلينا نتعدى على حيوانات قريبة مننا طيب فنأخذ الفيروسات اللي هي مش مفروض تجينا صحيح حيوانات السفانة وحيوانات الغبات والحيوانات اللي ما مفروض نتعدى عليها هي بتشكل الجزء الأكبر وهي سبب لجائحاتنا فعشان هيك مفروض نرجع للجزور وهيدا موضوع صعب ثقافة الشعوب بأكلها طيب دكتور عندما يصاب الانسان به يشعر بصداع بالألم العضلي والتهاب الحلق أيضا هل هناك أعراض جديدة غير الأعراض التي نعرفها خلال تفشي فيروس كورونا نيبا فيروس بيسيب الانسان بالجهاز التنفسي وبالتهابات لأخشية الدماغ مثل الكورونا فيروس ممكن يعمل التهابات رئوية فيروسية والالتهابات الثانية هي التهابات لغشاء الدماغ والدماغ بنسميها الانسفاليت والحقيقة الموضوع أنه هو يصيب الخلية العصبية مباشرة ويصيب الشرايين يعني بيعمل التهاب بالشرايين اللي هي فاسكوليت وبيعمل شي بيسموه انفاركت يعني بيعمل مثل ستروك صغيرة بالدماغ فعشان هيك نسبة الحضرة تكون ذكرته بالتقرير أنه نسبة الوفيات من 30% ل75% نعم إذا صارت الالتهابات بالجهاز التنفسي وهذه نسبة عالية نسبة عالية جدا طبعا مثل نسبة الإبولا يعني الحمد لله نحن نسبة الكورونا فيروس عم تكون 1% 1.6% 2% طبعا أقل بكثير نسبة الإنفلوانزا 0.1% فطبعا عشان هيك هاي الفيروسات بتخوفنا أكتر من غيرها فوقتها بيكون الإصابة بالزماء يعني بيعملنا انسفاريات بيكون نسبة الوفيات 70% عشان هيك التفاوت كما قرأنا عن هذا الفيروس لا يوجد علاج أو لقاح حتى الآن يعطى للبشر أو الحيوانات اليوم لدينا عدة لقاحات خلال تفشي فيروس كورونا من عدة دول وعدة جهات إلى أي مدى إيجاد كل هذه اللقاحات في هذه الفترة والتجارب والحاث التي أجريت يمكن أن تساهم في تسريع إيجاد لقاح لهكذا فيروس لنيبا ربما ولغيره من الأمراض المغضية طبعا أنت عندك السابستريت يعني حدثك بدك تعمر بناية بدك البطون الحديد المسلح اللي فيها هذا كله جاهز وأساسا المنظمات اللي بتاعنا باللقاحات أو المؤسسات هي عندها جهوزية بالتحضيرات يعني وبحب أقول يعني كيف نحنا كان عندنا الكورونا فيروس البنداميك بلشت بديسمبر يعني بكانون الثاني بجانوري بكانون الأول كان عندنا الفكسين حاضر لأنه في شيء اسمه جي أس آيد يعني هايدي منظمة موجودة بألمانيا من 2008 هايدي تعنا أنه كل الدول موقعة على أنه مفروض تعرض الجيناتك متيرول طبعا كل الفيروس يعني الصين أول ما طلع الكورونا فيروس وقدرت تعمل السيكونس جين يعني قدرت تعمل تفصيله الجيني مباشرة قدمته لهذه المؤسسة الجي أس آيد اللي بألمانيا فنحن صار عنا الـ RNA مقابله بجانوري يعني المودرنا والفايزر RNA كانوا جاهزين بجانوري يعني بعد شهر صحيح فطبعا هايدي تعادل الدول وتعادل المنظمات اللي بتاعني بالمواضيع الصحية هي اللي بتساعدنا أن نكون جاهزين وعلى جهوزية تامة وطبعا هاي وجود لقاحات عديدة يعني نحنا كيف وصلنا لقاح مثلا الأسترزينيكا أو لقاحات الكلد فيروس الميت اللي هلأ طال عن نصين لأننا عنا تحضيرات سابقة دكتورة نسرين نقطيشة الاختصاصية في الأمراض الجرثومية شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات التي قدمتها لنا وعلى هذه المشاركة معنا في الصحية مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام الصحية شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا لحسن المتابعة